صمت غريب يكتنف الأجواء في العراق رغم العد التنازلي لإجراء الانتخابات المبكرة المؤتمرات الانتخابية والدعايات الموسعة للمرشحين التي من المفترض أن تسبق موعد الاقتراع غابت وكانه اعتراف ضمني بالمقاطعات الشعبية التي وعد الشارع بها مقاطعة يبدو أنها أثرت على استراتيجية العشائر والقبائل بتعاملها مع الأحزاب تلك الأخيرة التي لطالما لجأت إلى القبائل والعشائر وضغطت عليها موقع وور اون ذا روكس أكد غياب أي مؤتمرات عشائرية وقبلية داعمة للأحزاب بشكل ملحوظ قبل الانتخابات المبكرة ويضيف الموقع الأمريكي أن ما يجري جزء من التغييرات التي أحدثتها ثورة تشرين لتخفيف قبضة الأحزاب وذلك في ضوء الرفض الشعبي للطبقة السياسية تلك التي تعاملت بعنف مع التظاهرات وأصدرت قانون انتخاب جديد ألغى نظام التصويت على القوائم وزاد من عدد الدوائر لإضعاف المرشحين من خارج الأحزاب الحاكمة فشل حكومة الكاظمي بامتلاك خطة واضحة للإصلاحات وعجزها عن احتواء سلاح الميليشيات وضعف الرقابة الأممية على الانتخابات كل ذلك كان دافعا للمتظاهرين للدعوات إلى مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات والتي يؤكدون أيضا أنها لن تفرز أي تغيير محتمل مع فشل سابقاتها وعليه يتوقع الناشطون في العراق جولة جديدة أكثر حدة من التظاهرات مع إصرار الميليشيات على إضافة قوة سياسية مباشرة لهذه المرة إلى المعادلة وليس من خلال وسطاء وهذا ما يعني مزيدا من الانتظار للخلاص من الفساد السياسي والميليشيوي المهيمن على العراق